في ظل الهجمات المستمرة بحق سكان مسافر يطى جنوب الخليلة قام مستوطن مستوطنة معون وبقوة السلاح بحرق المحاصيل الزراعية في منطقة خلت الضبع جنوب الخليلة والتي تعود لعائلة الدبابس بعد أن أمضوا أياما في حصدها وتجميعها من مساحة زراعية تقدر بنحو عشرين دنمان أجل المستوطنيين بشفتمش لهم شردين بالآخر حرقوا المكان حرقوا القاش وحاوت وراما شوي لكن نكملوا لما شفت مع مسلاح ودرجات بعد شوي تصلنا على الدفاع المدنة وعيطة وأجل طفة يعني تالي الحريق ظروفنا صعبة مستوطنين وجيش وطرق بتلم كل شيء من المرارة من من اللهم صلي على سيدنا محمد من الشمال للجنوب بتلم هذه الطريق كل البشر من حج جنين وجايد يعني مشاكل أصب منها ما فيه منطقة خلت الضبع المستهدفة من قبل الاحتلال لا يتعدى عدد سكانها سبعين نسمة يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي لتأمين رزقهم ومتطلبات حياتهم اليومية وعلى الرغم من تعرضهم المستمر لتهديدات من قبل المستوطنين في سبيل ثنيهم عن التمسك بأرضهم إلا أنهم صامدون رغم كل الاعتداءات نحن نحن نطاقبين وفينا نعفزنا في بلادنا إن شاء الله ولم ناوالو بدنا لأقول تهد حاجر لو بدنا يحادم الدور يحادم الدور يحادم